إن شاء الله كمان النهاردة يمكن رامي ربيعة بيتم يعني النهاردة عيدة ميلاد رامي ربيعة أحد لعبي خط دفاع النادي الأهلي بنقولك رامي كل سنة متطيب رامي من اللعبة الرجالة اللي واجه ظروف صعبة جدا خلال السنة 2-3 اللي فاتوا ويمكن من اللعبة اللي مش محظوظة يمكن هو رامي أحد أبناء النادي الأهلي ورامي من اللعبة اللي اتربت ونشأت جوه النادي الأهلي ومر بظروف في توقيته كان صعب جدا كل ما بيقترب من المشاركة في بطولة مع منتخب مصر أو حتى الوصول مع النادي الأهل مراحل نهائية فيه مصابقات زي ما انتم شافين رمي من اللعيبة اللي دايما بيمثل روح الفنينة للحمر يمكن اللقطات دي فيه مباراة السوبر عام 2015 مباراة الأهل والزمالك بعد الأهل مخسر دوره وكاس فاز بالسوبر فيه الإمارات لكن اللقطات دي اللي ظهرت بعد هذه المباراة لما راح له جمهور النادي الأهل وقال لهم إن خلاص دي أول بطولة عن اكسبها الفترة القادمة وما فيش خسائر تانية الفترة القادمة ودايما النادي الأهل هيكون رقم واحد فده اندل على شيء بيدل على روح وقيمة النادي الأهل عند اللعيبة اللي تربت ونشأت تداخل النادي الأهل ورمي من اللعيبة اللي تعلقت وظهرت بشكل جيد جدا وكان من أوائل اللعبين اللي صعدت في فترة وجود كابتن عبدالعزيز عبدالشافي لما كان موجود في قطاع الناشئين وكان ساعته عنده 16 سنة وبيلسه بيلعب في قطاع الناشئين وبيتصعد ولاعب مع الفريل أول وكان في نفس التوقيت بيلعب مع قطاع الناشئين واندمج وسافر ولعب مع منتخبات مصر للشباب والناشئين لكن للأسف يعني في التوقيت اللي هو صعد به عام 2009-2010 بعدها كم سنة لما المنتخب ببعلى عتاب بطولة إفريقية أو على عتاب التأهل سواء منتخبات الشباب في كاس العالم أو المنتخب الأول لما تأهل لكاس العالم في روسيا كان للأسف فرامي من اللعيبة سيئة الحظ اللي كان عنده إصابة أبعدته فترة طويلة جدا لكن إن شاء الله الفترة القادمة بعد مشارك مع الأهل في بعض المباريات الحالية وبعد ما وصف ومرت اللاصارت المدير الفني من اللعيبة اللي الكوالي بتاعه أليل جدا في مصر ولعب مدافع عنده كورة جميلة فبالتأكيد خلال الفترة القادمة نتمنى يا رب بإذن الله رامي يكون من اللعيبة الأساسية والتي تتواجد إن شاء الله في خط الدفاع النادي الأهل وقيادة خط الدفاع للنرامي من اللعيبة المميزة ابن النادي الأهل النهاردة بنقول له كل سنة وانت طيب النهاردة عيد ميلاد وإن شاء الله السنوات القادمة تتواجد في التشكيل الأساسية وتتواجد ضمن صفو منتخب الوطني وتكون أحد الدعام الأساسية والركاز الأساسية في الأهل وفي المنتخب الوطني وتعود كل ما فاتك من فترات وبطولات كبيرة فاتتك لما كنت مصاب وبعيد عن المشاركة مع المنتخب الوطني ومع النادي الأهل